صلاة السلام على رسول الله سيدنا محمد عليه افضل الصلاة وقتها متسين اليوم عندنا وصفة لزيزة وصفة رهيبة اللي هو ورقة العنب في ناس كتار جدا بحب ورقة العنب بس بشوفوا انه طريقة عمل ورقة العنب صعب بل عكس طريقته سهلة جدا اذا انت بتحبيه هتحبي طريقته هتحبي كمان انك انت يعني تكون عندك زمن كافي للورقة العنب لانه هو داير اصلا زمن كافي اللف بس اللف بياخد منك زمن لانه الاوراق يعني بتلقي منه الكويس والما كويس فاول شي دار اوريكم الطريقة والمكونات اللي انا بيستخدمه واسهل طريقة انت ممكن تعملي بها هو ورقة العنب اول حاجة تختاري نوع ورقة كويس انا بنصحكم بامريكانا نوعه كويس برضو العلالي برضو كويس هنحتاج ل 3 معالج من الصلصة الخضار استخدمت بصل البصل والتوم بتفرميهم يعني ما بتخلطيهم بتفرميهم فرم ناعم ومعاهم الطماطم وبقدونس معاهم شوية من الكزبرة الخضرة البهارات مليح فلفل اسود كزبرة او كما معاه بدرة توم وشوية انا عملته اسبايسي اه وكمان ممكن تزييد عليه بدرة الماجي هنا الروز انا بديه نص سلقة يعني الروز ما بنجده تماما وما كما بخليه ناشف نص سلقة مسافة زي مثلا خمس دقائق بس في النار بعدها نزلت عليه بالبهارات اللي خبطته كويس بعدها نزلت عليه بالخضار عفون هنا حسيت انه البول اللي انا خدت فيه الحاجات دي ضيقة فوسعته في الطاول اصلا انا عملت بيه الرز عشان ما اكتر على روحي الحاجات يعني العدة بس ده كان الطعم هنا خرافي انتو ممكن تبتفي بيه كده وتاكله من كثرة ما رحت وحلوة ورحت البهارات ورحت الخضار ده اسهل طريقة انتو ممكن تعملي بيهو المحشي الروز بتاع المحشي هنا جيت نزلت عليه بس صلصة وكمان حنزل عليه بيه دبس رمان دبس الرمان اذا انتي يعني حاب يكون عليه حموضة اذا انتي ما عاوزة دبس الرمان ممكن تستغني عادي تبتفي بالحاجات دي وبعدين شوية زيت زيتون زي ثلاثة معالج من زيت الزيتون حط الخبطيهم كويس والحدي ما يزبط معاكي الطعم رهيب النكهة خرافية انا الوصفة يعني الروز ده بخليكم يعني ممكن ابسم لكم بالعشرة انكم انتو تعتمدوه في ورق العنب ممكن تعتمديه في الباق المحاشي من غير دبس رمان طبعا بعد الحلة اللي انا بخليه في النار نزلت عليه بشوية زيت زيتون وكمان حنزل عليه بالبطاطس عشان بعدين البطاطس ميتلزق لينا في الحلة يعني عفون البطاطس يكون شوية سمك رفيع يعني ما يكون رفيع شوية يكون السمك عالي بعدين حوريكم الطريقة اللي نحن بنلفه به هو ورق العنب في ناس كتار بيقولوا ما عارفين الطريقة الطريقة سهلة جدا بس مشكلة ورق العنب انو عاوز منك زمن يعني تكوني مخلصة كل امورك عشان تفضليه بتجد تفريديه هو اصلا في جزء ناعم والجزء الثاني الخشن الخشن بتخليلي جوه عشان الناعم بتخليلي برا والخشن بتخليلي جوه بتخط فيه الرز بعدين لما ننجضه عشان يكون معانا لامع من برا بتخط الرز بالشكل ده كاني كنتي قعد تلفي السمبوسرول يعني الرول ورق العنب فيه بيكون بنفس الطريقة تقريبا بس بتمسكي كويس بس يعني هنا بتحاول انك انت تلمي عليك شوية عشان بعدين ما يكون خفيف يعني يكون الرز يكون شايل شوية في الورق بس بالطريقة دي حتليفي ورق العنب الورق بتخليه طبعا هو حلو شديد في ناس كتار جدا بيحبوها او في ناس كتار ما بيحبو لكن انا بقول لكي بنفس الخلطة بتاعتها الرز ممكن تعتمدي في باقي المحاشي كوسا فلفل بطاطس وكمان في الكروم بمحش الكروم ببرضو من غير لحم مفروم انا بس وضحت لكم ورقتين في الطريقة بتاعتها اللف ساهل شديد زي ما انتو شافين بتلفي وكل ما تلفي بتقدميليه قدام شوية عشان يطلع معاك متماسك يعني بس بعدان اجهزت زي الفلفل الروم الطويل ده نكهته طبعا اقوى شديد حشي يعني عشان حشيه ده بعد ما حشيت الورق وكمان حشيت الفلفل لانه بس انا حبيت انه يكون عنده نكهة بتاعت الفلفل اكتر وكمان بحب الفلفل يعني في المحاشي بس ده كان الشكل بعدها حنجهز الصوس بتاعه في ناس كتار الصوس ممكن يعملوا شوربة وممكن يعملوا من غير شوربة انا عملته من غير شوربة وفي ناس بيقولوا انه بعد ما يطلع ورق الحين بيطلع معاهم ناشف عيس ما يطلع معاك يناشف انت تختي زيت زيتون زي فنجان من زيت الزيتون مرقة ماجي وشوية ملح وكمان زي ثلاثة معالج من الصلصة بعدها حت تختي عليه دبس رومان اذا عاوز تختي ليمون ممكن بعدها بتنزلي على الحلة وبتخلي في النار قبل ما ترفعيه في النار لازم تكون عندك صحن يكون اصغر من الحلة عشان بعدين ما يتفتفت لينا الورق بعدين في النار ما يتفتفت معاكي بس بالشكل ده وبعدين حتكفليه اخر شي حتكفليت رفعيه في النار دي الطريقة اللي اسهل طريقة وتقريبا اصبوا طريقة اللي ورق عينب طلع معانا خرافي نحنا الغدا كانوا طالبين الاولاد وعمتهم كانوا طالبين الورق عينب فحبيتوا انه يعني ادلعوا وفعلا كان لزيز جدا وظريف جدا بتمنى تجربوا الوصفة وكمان اذا انت ما اشتركت في قناتي على اليوتيوب ممكن تشجعيني بالاشتراك او تدعميني بالاشتراك انا رابط القناة في التك توك خاتته وكمان دايما قاعد نزل الروابط في الفيسبوك بس دا كله بتمنى منكم ان شاء الله الوصفة تعجبكم كمان تجربوها واذا جربتوها ممكن تكتبوا لينا في الكومنتات في باقي الفيديوهات وخلاص ما اكن طالت عليكم مع السلامة